كابتن شريف لما الماتش يخلص بضربات الجزاء ده انت بتعتبره سواء كان للأهل يقاو الزمالك انت كلعيب كنت بتعتبره فوز كبير ولا فوز ناقص لا الفوز فوز في كلها الحالتين ده مكسب ده بالعكس ده جزء من اللعبة ده جزء من موت عد كرة القدم لما الفيفا بيحط لك قواعد جديدة ده جزء من موت عد كرة القدم فده طبيعي جدا بالعكس هو فوز كبير ويحسب لنات زمالك في البداية اقول يا رب حديك سبق انا مش عقد استحمل واحدة لا وطبعا في البداية طبعا بنحيي ألف مبروك لجمهير نادي الزمالك كلها ومجلس إدارتها ولعبتنا الكبار مبروك لك والجمهير نادي الزمالك الحمد لله كانت مباراة طليق بكرة مصرية النهاردة شكل أكثر من رائع تنظيم أكثر من رائع رؤية جيدة لجمهير المصرية شكلها حلو برا شكلنا حلو كلعيبة وكجمهور وكنتيجة موتش في بعض الإجهاد على اللاعبين من كلا الفرقتين ممكن الزمالك كان أكثر لكنه عنده مباراة قبيرة جدا أمام الترجي الزمالك قدر يوصل للمباراة بالشكل اللي هو عايزه وده حصل هو سحب نادي الأهلي للراجلات التربيح لأنه هو كان مجهد مجهد جدا في الملعب وده كان بالل أنه عمل مباراة كبيرة جدا قدام الترجي طب إذا كان الزمالك كان مجهد والأهلي مجهد طبعا ليه الأهلي مقدرش يستغيل ذا في 90 دقيقة؟ مجهد جدا مجهد أهلي حاول وممكن الأهلي هو اللي كان الأخطر لو بسطت على نسبة الاستحواز هتلاقي الأهلي أكثر استحوازا اللي أكثر خطورة على المرمى بيوصل أكتر ممكن الجيم بيروح زي ما الأهلي بالظبط بيوديه الأهلي بيقدر يهاجم وفي نفس الوقت لما بيحب يريح هو اللي بيرايح إنما الزمالك تحس إنه هو بيعمل عملية نقل الكورة من يميل للشمال عملية تدوير بسيطة على استحواز تتحس إنه بيضاي على الوقت لأنه فعلا مجهد إنه كان عمل مباراة كبيرة قبل كده مباراة التكتكية على أعلى مستوى من مصر كرترون مستر فيلر يمكن يتعامل مع المباراة حاول إنه هو يلاقي حلول في بعض التغييرات في آخر المباراة إنه هو ممكن حلول على الأطراف حلول من العمق الزمالك كان قافل دفعاته بشكل كويس كانوا مذكرين لأهلي بشكل منظم وفي النهاية نقوله طبعا مبروك للزمالك والكورة المصرية كابتن تامير كنت متوقع؟